موسيقى بسم الله ابو الابن روح الكدس قال لي لهاي الفحادمين اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تي نحت احنا كنا على مدى حلقات سابقة بدأنا في سلسلة تفسير رمزي لبعض احداث العهد القديم وافكركم ان اللي بدأ التفسير الرمزي هو ربان يسوع المسيح اللي كشف لنا بعض المعاني في بعض القصص اللي موجودة في العهد القديم زي حكاية الحياة المحاسية ويونان في بطن الحوت والمن اللي نازل من السماء والماء من السخرة والانوار في عيد الانوار وغير ودرسنا مع بعض ان معلمنا بولوس الرسول برضو دخل في التفسير الرمزي ومعلمنا بوترس كذلك في رسالته وباقي الكنيس وعلى سبيل العينة اخدنا عدة موضوعات موضوع مائدة ابراهيم الاستضاف فيها ابن الله واثنين ملايكة موضوع دبيحة اسحاق اللي هو رمز لذبح المسيح نيابة عن البشر والاسبوع الفات اخدنا عن زواج اسحاق باعتبار اسحاق رمز المسيح ورفق رمز الكنيس اسمحوا لي ان هذا ناخد برضو موضوع جميل كده هو ورد في سفر التكوين اسحاق 27 وهو بركة ابونا اسحاق لابينا يعقوب طبعا انتوا عارفين ان اسحاق ابو الاباء كان عنده ولدين عيسو ويعقوب والاثنين كانوا تقوأ يعني موجودين مع بعض في نفس اللحظة في رحم الام لما جم ساعة الولادة عيسو خرج قبل يعقوب ويعقوب خرج ماسك في عقب عيسو عشان كيسموه يعقوب بيعتبر ان هو تعقبه يعني جيه وراه مفتاح التفسير في القصة اللي اعتبرنا عيسو رمز الادم ويعقوب رمز المسيح اللي جيه يتعقب ادم يعني ادم كان موجود على الارض والمسيح كان موجود بس ما كانش على الارض بالطريقة زي ادم يعني مش بتجسد طبعا المسيح موجود في كل مكان بلهوته فساعة ما ادم خرج من الجنة الى بره في الارض طبعا الجنة نفسكت في الارض يعني كان برده المسيح موجود بس ادم خرج فاشارة الى عيسو يعقوب موجودين بس عيسو خرج الاول وجيه يعقوب وراه فادم جيه الاول وجيه المسيح وراه عشان كده يصير عيسو رمز الادم ويعقوب رمز لسيد المسيح وعلى فكرة برضو تعرفوا ان عيسو كان له اسم اخر هو ادوم فدي بتخلي التشابه والرمزية اكثر وضوحا الكتاب يوصف ان عيسو كان رجل وحشي رجل صيد ويعقوب كان رجلا كاملا يسكن الخيام طبعا برضو فيها اشارة ان ادم بسبب الخطيئة صار طبعا وحش وحشي لكن السيد المسيح كان رجلا كاملا بسبب ان هو الله الظاهر في الجسد يسكن الخيام اللي هي اشارة للتجسد عارفين كلنا قصة ان يعقوب كان محضر اكله قاعد هي لسه هيكل جه عيسو طلب ياخد منه الاكل فيعقوب قال له طب تبيعني بكوريتك فقال له هعمل هي بالبكورية خذ البكورية وديني الاكل طبعا دي معناها ان عيسو احتقر البكورية وفضل انه ياكل احسن من ان يكون الابن البكر الابي ايه ميزة الابن البكر كان هما فاهمين الابن البكر هيجي من نسله المسيح فهو احتقر البركة دي واعتبر ان الاكل اهم ودي برضو اشارة لان ادم كان قدامه حاجة من اتنين اما يطيع الوصية ويحتفظ ببكوريته لكل البشر بكر البشر معناها الكبير بتاعهم اوله او يحتقر البكورية ويأكل وفعلا الخطيئة الاولى كانت الاكل عشان كده ربنا سمح يعمل وسيلة الاضحة دي ان يعقوب يصوم وعيسو يأكل ونتيجة كده ان يعقوب اخد من عيسو البكورية تلاحظوا بقى بداية قصة ادم انه اخطأ بانه اكل وبداية قصة المسيح انه صام على الجبع الاربعين يوم وبالرغم ان ادم هو بكر البشر لكن قيل عن السيد المسيح انه بكر بين اخوة كثيرين فيصير هو البكر البكر في العهد القديم كان ليه صلاحيات وليه امتيازات صلاحيات دي انه هو يساوي ابوه يعني في غياب الاب يكون الابن الاكبر البكر ده هو المتولي امور العيلة هو اللي بيعقد المعاهدات مع القبائل حواليهم هو بيقود الحرب مع اي قبيلة تغيير عليهم هو المسؤول عن خير البيت وتدبير اموره المالية والاقتصادية كبير اخواته لذلك كان ممكن جدا الاب بالرغم انه عنده تراثة اربعة اخوات ابناء يعني الطبيعي انه اول مولود هو البكر لكن كان من حق الاب انه يعين واحد من اولاده بكر الاخواته حتى لو ما كانش هو الكبير والحكاية دي اتكررت طبعا هنا في قصة يعقوب وعيسو بحسب القصة اللي وردت في سفر التكوين لكن بعد كده يعقوب نفسه عين افراين بكر بدل منسة في الكتاب المقدس عموما يعقوب برضو كان معين يوسف بكر الاخواته بالرغم ان هو اصغرهم بدليل انه اداله امس ملون وتلف الايامه يصير يوسف هو كبير اخواته برضو في سفر سامويل بالرغم ان داود كان اصغر اخواته لكن ربنا اختاره يكون الملك وبكر اخواته كلها اشارات للمسيح اللي هو بالرغم مش اول انسان كان على الارض لان ادم هو اول انسان لكن طبعا المسيح كان قبل هذا كله لانه هو الله فلما ظهر في الجسد جاء في ملء الزمان اخذ البكرية من ادم وصار هو بكر بين اخواتين كثيرين تعالوا بقى نقرأ القصة بتاعة اسحاء لما نده لعيسو علشان يديه البركة وجهي عقوب اخذ البركة بدل عيسو فاسحاء بيقول لابنه كبير عيسو فالان خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج الى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي اطعمة كما احب واقتني بيها لآكل حتى تباركك نفسي قبل ان امت طبعا لما بيأمر وياخذ العدة الجعبة والقوس ويروح يصطاد كأن الله يأمر الانسان انه يعمل حاجات تناسبه طاليك بالله تفرح اصنع لي اطعمة كما احب كأنه بيقول لي اعمل فضيلة اعمل خير ساعد الناس زي ما انا بحب الحاجة اللي تشبع قلب الله طبعا ربنا مش بياكل يعني لكن اللي يشبع قلب الله انه يراك تعمل الخير تعمل الفضيلة تبقى انسان منور تساعد الناس تبقى سبب طمأنينة اللي حواليك كل دي الحاجات اللي مطلوبة من انسان طبعا ادم فشل في ان يطيع الله الوحيد اللي قطع حتى الموت الصليب هو المسيح عشان كده تكمل قصة تقول كانت رفقة سامعة استكلم إصحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو الى البرير اللي كان يصطاد صيدا اللي يأتي به اما رفقة في كلمة يعقوب ابنها قائلة رفقة هنا ترمز للكنيسة اللي هي سمع صوت القاب يطالبنا بوصاية وتعاليم المفروض ان احنا ننفذها بس هي شايفة ان احنا مشان يعرف فتروح للمسيح تقول له ممكن انت اللي تعمل الفضيلة وتعمل البر وتسلمه للبشرية يعني انا داتي قدام اتنين واحد هيقدر واحد ما يقدرش فبروح للي يقدر اقول له ممكن تعمل الخدمة دي وتخلي اخوك يستفيد بيها يقوله انا ما استعاد فكأن رفقة لما جات لي يعقوب بتقوله انا سمعت ان والدك بيطلب من عيسو طلبات انا عايزك انت لتعملها يقوله اذهب الى الغنم واخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة طبعا جديين جيدين اشارة لان المسيح مش بس هيقدس الشعب القديم اللي هم بني اسرائيل لكن كمان الامم هيجيب الاثنين الى القاب السماوي والكنيسة تقول اصنعهما اطعمة لأبيك كما يحب لما تكون حضرتك عايز تقدم خدمة ربنا حلوة قول الكنيسة ايه الطريقة اللي ترضي ربنا وتفرحه عشان كده عايزة تصلي الاقي كنيسة جابال الاجباية عايزة تناول تكنيسة تعمل للقداس عايزة تعمل تكنيسة تعمل لتقصر المعامودين فكما يحب الاب كذلك تفعل الكنيسة اللي هي عروس المسيح فتحضرها لأبيك ليأكل حتى يباريك قبل وفاتي يعقوب هنا اللي هو يرمز للمسيح قال لرفقة امه هو ذا عيسو اخي رجل اشعر وانا رجل املس طبعا في الطبيعي ان الرجل الاشعر دي حاجة مش وحش الشعر الكتير دي علامة الزكورة لكن هنا في المعنى المسياني رجل اشعر يرمز الى نجاسة الطبيعة البشرية الاملس يرمز الى التهارة والنقاوة فلما قال لها عيسو اخي رجل اشعر معناها ادم مليان بالخطية اما المسيح فهو شبهنا في كل شيء مع داء الخطية وقال لها ربما يجسني ابي فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفس لعنة لا بركة طبعا اللعنة التي حملها المسيح جلبها على نفسه هي الصليب لان الكتاب قال ملعون كل من علق على خشبه عشان كده امه قلت له لعنتك علي يا ابني يعني الصليب احنا هنشيله كمان اسمع لقول فقط واذهب خزلي فذهب واخذ واحضر لامه فصنعت امه اطعمة كما كان ابوه يحب شوف بقى العدد 15 ده مهم اخذت رفقته ثيابة عيسو ابنها الاكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت والبست يعقوب ابنها الصغير هنا الثياب بتاعت عيسو بترمز الى الجسد بتاع ادم فالابن اللي هو المسيح ابن الله ما كانش عنده هذه الثياب ما عندوش ثياب عيسو ما عندوش جسد ادم وقالت اخذت الثياب الفاخرة اللي عندها في البيت اللي شايلها يعني للمنسبات اشارة الى ان نسوت المسيح جسده اللي واخده من العدرة زي بتاعنا بالزبط بس فاخر ايه الفخر والفخامة اللي في جسد المسيح ان كل اجسدنا فيها خطية ادم معادة جسد المسيح شابهنا في كل شيء معادة الخطية فاخدت ثياب عيسو لبستها لعقوب اشارة لان العدرة مريم اخدت النسوت بتاع ادم بس من غير خطية ولبسته للوغوس اللي هو الابن الكلمة مش كده وبس طبعا لانه هو املس البست يديه وملاست عنقه جلود جديي المعزة الجلود دي فيها شعر فحطتها على رقبة يعقوب عشان لما ييجي اسحاء يلمس يلاقي ان عليه شعر فالثياب ترمز للنسوت والشعر بتاع المعز ده ترمز للخطية التي حملها المسيح هناك فرق بين ان جسمي بيطلع شعر وجسم املس اللي يطلع شعر معناها طبيعته فيه خطية يعني في الرمز لكن الاملس لما نحط عليه شعر معناها هو مغلطش لكن حمل خطيانا واعطت الاطعمة والخبز التي صنعت في قد يعقوب ابنها فدخل الى ابيه وقالي ابي فقالها انا ده من انت يا ابني طبعا سمع صوته فبيقوله مين انت فقال يا عقوب لابيه انا عيسو بكركة هنا لان المسيح عندما صعد على الصليب صعد بصفة ادم علشان ادم هو عليه حكم الموت ادم هو اللي استهل العقوبة فالمسيح لما جه يشيل العقوبة بتاعتنا دخل بصفته يحمل الطبيعة البشرية عشان كده لما بيقوله انت مين قال له انا عيسو كأن المسيح على الصليب يقول انا ادم مش ادم عليه حكم الموت يالا نفس فيه هذا الحق قد فعلته كما كلمتني طبعا ادم بالذات خالف وعصى الوحيد اللي فعل كما تكلم الاب هو المسيح اطاع حتى الموت موت الصليب قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك طبعا اصحاق ممكن يكون بدأ يشك ازاي بسرعة وبعدين الصوت من الصوت عيسو فقال اصحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني وانت بسرعة كده عرفت التصطاد فقال ان الرب الهك قد يسر لي الاجابة بتاعة يعقوب شككت اسحاق اكتر لان هو عارف طبيعة عيسو طبيعة يعقوب طبيعة عيسو ان هو انسان صياد فخور بنفسه معتز بذاته اما يعقوب انسان طيب وغلبان بتاع بيت ومتدع فلما يقوله الرب الهك يسر لي دي اجابة مش بتاعة عيسو عيسو كان هيقوله ابنك راجل وانا شاطر وبعرف اجيب الحاجة بصول عشان كده قال تقدم لاجسك يا ابني اه انت هو ابني عيسو ام لا يعني ما صدقش ان دي اجابة عيسو فتقدم يعقوب الى اصحاق ابيه فجسه وقال بقى عبارة مهمة جدا الصوت صوت يا عقوب ولكن اليدين يد عيسو وكأن المسيح على الصليب بيصرخ يقول الهي الهي لماذا تركتني ويصرخ يقول يا ابتاه اغفر لهم يا ابتاه في يديك استودع روح فكأن الاب من السماء يقول الصوت صوت اللغس ولكن الجسم جسم ادم هنا اصحاق بيقول الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يد عيسو لانه لما ملس عليه لقى في شعر فقال الصوت صوت يعقوب واليدين يد عيسو كأنه برضو مرة تاني الاب بيقول الصوت صوت اللغس اللي بيقول لي يا ابتاه واللي بيقول لي الهي لكن الجسم هو جسم ادم ولم يعرفه لان يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو اخي فباركه وسألوا تاني هل انت هو ابن عيسو فقال انا هو طبعا انا هو دي بنسمعها كتير من المسيح معناها يهو او انا الكائم فقال اقدم لي اللي ااكل من صيد ابني حتى تباركك نفس طبعا صيد المسيح اللي اقدمه للقاب هو البشرية اللي كان الشيطان مقتنصها واخدها عنده جي المسيح غلب الشيطان وسب سبيا واخد كل الصيدة دي وادها للقاب فقدم له فاكل واحضر له خمرا فشرب فقال له اسحاق ابوه تقدم وقبلني يا ابني فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه طبعا الثياب هي الثياب عيسو فلما شمها طم الجسم لما مسك كده لأدى جسم عيسو عشان شايف شعر والثياب ثياب عيسو من الريحة لكن الصوت صوت يعقوب وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب هنا الحقل هو الكنيسة الغيط اللي المسيح شغال فيه عشان الكرمة بتاعت ابوه الصالح وقال أنا الكرمة وأبي القرى فالآب لما شم رائحة الابن قال ده رائحة حقل رائحة الكنيسة طبعا الكنيسة تفوح برائحة السمار الجيدة فيها الفضاء البتاعة القدسيين وفيها بخور الصلوات وفيها عرق التعب وفيها دماء الشهداء كل ده رائحة الحقل الجميل شوف بقى البركة اللي قالها إسحاق لعقوب فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر البركة دي مهم ندى السماء هو الخير اللي نازم من السماء في هدوء الفرق بين الندى والمطر إن الأمطار بتنزل غزيرة أحيانا وتغرق وتزعج الناس وتخوفهم ممكن تبوز أراضي زراعية ممكن تهد بيوت دي الأمطار بالرغم إنها خير لكن فيها خطورة الندى ينزل في منتهى الهدوء يروي الأرض ويرطب الجو ويبقى الجو نادي والأرض نادية عشان كده الروح الكدس هنا مشبه بأنه نادى السماء نازل على الأرض لأن خصوصا إحنا يمكن مرة واحدة الروح الكدس حل بريح عصف لكن بعد كده يحل بطريقة النادى إن إحنا في القدس نصلي يحل علينا الروح الكدس بمنتهى الهدوء في المعمودية يحل بمنتهى الهدوء في الرسمات يحل بمنتهى الهدوء ده اسم نادى السماء أما دسم الأرض طبعا أنتوا عافين الدسم حاجة طليق بالأكل من أصل حيواني لكن لما يكون دسم الأرض معناها نبتات حاجة طلعة من الأرض طب الزيت تبقى النبتات وفيها دسم إشارة لأن الأمح والخمر هيبقى جسد الرب ودم عشان كده بعد ما قال دسم الأرض قال وقثرة حنطة وخمر لما نرجع تاني ونفتكر أن البركة الأصلية الممنوحة للبكر أن يأتي المسيح ومن نسله يبقى النص ده في الآية 28 يعبر فعلا عن أن البركة اللي أدها سحاء لعقوب أن يأتي المسيح من نسله ليه لأن المسيح لما هيجي هيدي البشرية اللي تتبعه نادى السماء اللي هو الروح الكدس وهيديهم جسد ودم وفي شكل حنطة وخمر وبعدين كامير البركة قال يستعبد لك شعوب من شعب واحد طبعا ده إشارة للمسيح اللي كل الشعوب تاخد عليه تسجد لك قبائل كن سيدا لإخواتك وليسجد لك بنو أمك لاحظوا أن مع القصة بعد كده أن عيسو ويعقوب يعقوب هو اللي سجد لعيسو مش العكس لكن سيد لإخواتك إمتى حصل أن يعقوب بقى سيد لعيسو بالعكس كان خايف منه لكن هي مقصود بها في نسل يعقوب المسيح يأتي يكون سيد لكل البشرية ويسجد له بنو أميه اللي هم بنو حواء ليكن لاعنوك ملعنين أي من يلعن المسيح اللعنة بترجع عليه ومباركوك مباركين كل من يبارك المسيح تحل عليه البركة وحدث عندما فرغ أسحاك من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن أسحاك أبيه أن عيسو أخيه آتا من صيده جي متأخر فصنعه أيضا أطعمة ودخل أبيها إلى أبيه وقال لأبيه ليكم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك فقال لا أسحاك أبوه من أنت حاجة تحير فقال أنا ابنك بكرك عيسو طبعا الصوت واضح أنت عيسو فعلا فارتعد فارتعد إسحاك ارتعادا عظيما جدا كان عايز جد البركة لعيسو وقال فمن هو الذي استاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته نعم ويكون مباركا لأن بركات الرب لن دام فعندما سمى عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومر جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي لحظوا هنا لو كانت البركة التي أعطاها إسحاك لعقوب هي مجرد بركة مادية عادي مش حكاية أن المسيح يأتي من نسله ولا أن جسد المسيح في شكل أمح ودمه في شكل خمر كان ممكن جدا إسحاك يطيب خاطر عيسو ويقول له أنت كمان مبارك هذه البركات كتيرة اللي يمنع يعني بشبهها زي ما يكون واحد دخل لبابا الصبح وقال له بابا باركني عشان عندي امتحان يقول له ربنا معاك وتنجح وتتفوق تبا زي الفل أخو التاني دخل باركني يا بابا عشان عندي امتحان هيقول له ربنا يباركك ويوفقك وينجحك وتتفوق تبا زي الفل ليه يقول له أخوك أخذ البركة هي البركة واحدة لو هي بركات مادية عادية زكاة أمح أو حنطة أو أبركة اللي هي العنب أو أي نوع من الخيرات زي مدى عقوب يدي عيسو لكن لأن هي البركة أن يأتي المسيح من ناس له فإذا جه من ناس يعقوب كيف يأتي من ناس لعيسو واحد من الاثنين عشان كده قال له باركني أنا أيضا يا أبي هو مش فاهم فقال قد جاء أخوك بمكر أنه أخذ بركتك فقال عيسو لأن اسمه يدعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين أخذ بكورياتي وهو إذا الآن قد أخذ بركتي طبيعي يا عيسو أنت مش أخذ بالك مش هو أخذ بكوريتك بقراتك مش أنت اللي بيعت البكورية بأكلة عتس مش أنت اللي استبحت واستهنت طبيعي طالما بيعت البكورية بضعت منك البركة مش هو الغلطان ده أنت الغلطان ثم قال أما أبقيت لي بركة فأجاب أسحاق وقال لعيسو إني قد جعلته سيدا لك طبعا المسيح سيد لكل الممالك ودفعت إليه جميع إخواته عبيدا اللي هي البشر وعددته بحنطة وخمر الحنطة هي الجسد والخمر هو دم المسيح فماذا أصنع عليك يا ابني ركزوا معي لو البركات مقصود بيها حاجة مادية كان قال له أنا ديته حنطة وخمر وإنت بقى ربنا يبارك لك في البرتقان والتين والزيتون وكل أنواع الفكهة اللي موجودة في منطقة فلسطين ماذا أصنع لك يا ابني الحكاية مش حكاية حنطة وخامز حكاية جسد المسيح ودم هيجي من ناس اللي يعقوه هجي لك إزاي أنت بقى فقال فقال عيسو لأبي ألك باركة واحدة فقط يا أبي باركني أنا أيضا يا أبي ورفع عيسو صوته وبك فأجاب إصحاق أبوه وقال له شوف بقى هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق يعني أنت مش ممكن هيجي من عندك جسد المسيح ودمه اللي هو دسم الأرض ولا يجي لك الروح الكدس لأنك أنت مش من ضمن العائلة بتاعة المسيح بسيفك تعيش والأخيك تستعبد ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنكك واضح هنا البركة مش مجرد نبتات وخيرات زمنية البركة أن يأتي المسيح من نسله عشان كده ربنا سمح أن يعقوب يأخذ البركة بالحيلة دية عشان يقول لنا في ملء الزمان البركة اللي كان مفترض أن يأخذها آدم ويوزعها على كل البشرية هو فشل في أن يأخذها بسبب العسيان بسبب الوحشية بسبب فساد الطبيعة فجاء المسيح في ملء الزمان تعقب آدم أخذ منه البكورية وصام بدلا ما كانت تاني بياك وأخذ البركة على الصليب ووزعها على البشرية التي ترتبط به يعني اللي يرتبط بالمسيح في المعمودية وفي الإيمان وفي الإفخارستية يأخذ كل البركات التي أخذها المسيح من قابلينة لكن البعيد عن المسيح قال له بسيفك تعيش بسيفك تعيش عن مجهودك وتعبك وما فيش معونة وما فيش نعمة عشان كده احنا كلنا من عيلة المسيح أهل بيت الله ورعية مع القدسين بتلخيص سريع كده إسحاق يرمز للآب عيسو يرمز لآدم يعقوب يرمز للمسيح آدم جاء الأرض قبل المسيح بس المسيح لما جاءه فاز على آدم وأخذ منه البكورية لما كان الآب عايز يدي بركة لآدم آدم فاشل في أنه يحفظ لنا البركة فالكنيسة صرخت للمسيح الحقن يخد البركة بدل ما يخدها ودايعها فجاء المسيح لبس طبيعة آدم اللي هو ثياب عيسو وحمل خطيانا وقف قدام الآب بصفة آدم لأنه مندوب عننا ونائب عننا رفع خطيانا وأعطانا البركات السمائية من خلال عمله على الصلي ربنا يبارك حياتكم إلى اللقاء في حلقة قادمة دلوقت هناخد راحة قصيرة وناخد أسئلتكم على الوقت سعيد ترجمة نانسي قنقر وقال هذا كسدي وقال هذا كسدي ليل آلام ربي ليل آلام ربي أخذ كأسا وشقر موسيقى لولنا أصقال من خمرات الحبل فنانا أحيانا ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي هذا غذاء الروح وضضيت الجروح عبره يفوح في هيكل الرب في هيكل الرب ساد عشاء العريس قدما للعروس ورادوا بالفردوس لحافظ العهدي لولانا أسخانا من خمرات الحبي فنانا أحيانا ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي ياسوح حبيب قلبي ياسيدي المحبوب ياساتر العيوب ياسوح حبيب قلبي اشتركوا في القناة فنانا أحيانا يا سحابي قلبي يا سحابي قلبي يا سحابي قلبي يا سحابي قلبي يا غفر ذوه يا مسيح العيو يا حافظ القول يا سحابي قلبي يا سحابي قلبي بسم الأب والابن والروح والكدس قال الله الواحد أمين أهلا بحضراتكم مرة أخرى مع أسئلتكم اللي بعدته لنا على برنامج الواحد سحاب في سؤال بيقول أنت في المحاضرة قلت لنا أكتر من مرة الخبز والخمر إيه الفرق بين الخمر والمسكر طبعا إحنا في الكنيسة وفي المسيحية في الكتاب المقدس ممنوع شرب الخمر ممنوع السكر لكن الخمر في حد ذاته كمادة ما هياش حرام لأن الله لا يخلق شيئا خطأ الخمر أحد مخلوقات الله فأهي الفكرة الاستخدام يعني زي بالزبط السكينة مني في الدنيا يقول أن السكينة شيء شر أو النار نقول لو عمت حريقة بتموت ناس ودمر أماك لكن ما قدرش نستغنى عنها ربنا ما خلقهاش عشان تعمل حرائق خلقها عشان نستفيد بيها كل شيء في الدنيا كل شيء في الحياة إذا استخدمناه بطريقة جيدة يصير صالحا إذا استخدمناه غلط يصير مدر عشان كده إحنا كتاب قدس ينهانا عن استخدام الخمر بطريقة فيها ضرر للإنسان سؤال هل إسحاء كان يعلم أن عيسو باع بقريته ليعقوب ورفقه أيضا كانت تعلم قد يكون يعني اتنين شباب ما هماش عيال صغيرين وده كان بيصطاد وراجع وجعان وده قاعد مجهز أكل وهيأكل قصة ممكن تكون معروفة بس ممكن يكون ربنا سجلها عنده وموافع عليها لكن بالنسبة للإسحاء ورفقه يعتبروها كلام ندخلش الدماغ إيه يعني إيه بعت بكريتك وإيه إيه إشتريت البكورية فبالنسبة للإسحاء كان ينظر لعيسو على إنه البكر لكن خلاص تسجلت في السماء أن يعقوب هو البكر طبعا دي كلها علشان تبقى إشارة للمسيح اللي هو جاه في ملء الزمان ومع ذلك صار بكر بين أخوة كسيرين سؤال هل ممكن تشبيه السلوس بالإنسان يعني مثلا الإنسان عنده عين ورجل وإيد كل ذلك في واحد ولا ده تشبيه غير دقيق لا طبعا تشبيه غير دقيق ليه بقى أنت بتقول عين ورجل وإيد طبيعة العين غير طبيعة الرجل غير طبيعة الإيد لا في شكلها ولا في وظيفتها ولا في النسيج بتاعها فإزاي تقول الأب والابن الروح الكدس زي ثلاث أعضاء في جسد واحد دي نمرت واحد إنه ما فيش تطابق بين العين والإيد والرجل نمرت اتنين فيه نوع من الانفصار يعني العين مش هي الإيد ولا هي الرجل دي غير دي غير دي وممكن أحد الأعضاء دي يتقطع والجسم لسه يعيش يعني واحد فقد عينه فيد عنكم يا واحد إيده تقطعت واحد رجله تقطعت والإنسان لسه عايش فلو انت عخدت التشبيه ده معناها أن أحد الأقانيم ممكن يختفي والله كائم لا طبعا هذا التشبيه ما ينفعش خالص الله ما هواش جسد ما هواش مركب من ثلاثة أقانيم لأن المركب معناها ممكن يتفكك لكن هو اللي احنا نعرفه حسب الإعلان للهي أن الله بسيط غير مركب ثلاثة أقانيم هي الآب هو الله كله والابن هو الله كله والروح الكدس هو الله كله والتلاتة دول مش تلات قاليها لكن إله واحد لشان كده المسيح قال أنا في الآب والآب فيه ممكن يكون ممكن يكون أقرب تشبيه والتشبيه لا يتطابق تماما تطابق لأن الله مالوش نظير يعني ما فيش أي شرح من المشرحه زي ربنا بالزبط لأن ربنا غير كل الخليق فقارب تشبيه هو إيه في الإنسان فيه الروح والعقل والفكر الروح والعقل والفكر الثلاثة دول ما بيتشافوش وما بينفصلوش عن بعض الروح والعقل والفكر سيبك من الجسد الجسد ده مركب والمركب ممكن يتفكك لكن الروح بسيطة ما عندناش روحين ولا ثلاثة هي روح واحد والروح عاقلة يعني مش ممكن يكون روح إنسانية ما فيش عقل والعقل لازم يولد أفكار باستمرار إحنا لا شايفين الروح ولا شايفين العقل ولا شايفين الأفكار والثلاثة فيه وحدة واحد لو العقل ما فيش روح ما يبقاش عقل ولو الروح ما فيش عقل ما تبقاش روح ولو العقل ما فيش أفكار ما يبقاش عقل والفكر مش ممكن ييجي من غير عقل فاحفظ الثلاثة دول الروح والعقل والفكر طيب الثلاثة دول مش شايفينهم لكن امت ممكن نتعرف عليك عندما تتكلم لو تتكلم اللي بيحصل ان الكلام المولود من العقل بيتجسد كلام انت قاعد ساكداتي الكلام اللي جواك هو فكر اول ما تتكلم الكلام تجسد فالوحيد اللي بيتجسد هو الكلام المولود من العقل والعقل لو ما فيش روح ما يبقاش موجود لشان كده يبقى الروح والقدس هو الروح العقل هو القاب والكلام المولود من العقل او الفكر المولود من العقل هو القابل والتلاثة فيه كيان واحد غير مفترك ممكن التشبيه ده يكون قريب كمان التشبيه بتاع الشمس اللي خارج منها نور خارج منها حرارة الحرارة مش بنشوفها بنحسها والنور بنشوفها عشان كده الابن هو نور الاب والروح الكدس هو حرارة الاب إذا جاز التعبير باته فإحنا في التشبيهات فيه حاجات تبقى قريبة وفيه حاجات بعيدة قوي لكن الله في الآخر وفي الأول ما ليوش زي سؤال لو ربنا أعطاني طفل وللأسف سافر السماء قبل المعمودين ما كانوا فين بصوا إحنا ما نقدرش نقول أي معلومة لم ترد بوضوح في الكتاب المقدس في تقليد الأباء أي واحد بيقول أي معلومة من دماغه ما تبقاش مرجع المرجع بتاعنا هو الكتاب المقدس وما قاله الأباء بالروح الكدس طبعا الأباءنا برضو ما كانوش بيحبه يخترع ويفتو ودي عظمتهم عظمة الأب إن هو كان يقول ما قاله الكتاب المقدس وما سمعه من أبائه الكدسين فإحنا عندنا قاعدتين في الكتاب المقدس قاعدة الأولى أنه لا يوجد دخول لسما بدون معمودين ودي قالها السيد المسيح في يوحن 3-3 ويوحن 3-5 إن كان أحد لا يولد من ماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكة الله القاعدة التانية أن الله ليس بظالم مش ممكن حد يتظلم هيعمل إيه بقى ما نعرفش أرجو محدش يتطوع إنه يعود يقول لنا حلول وسط إحنا عندنا قاعدة لازم نعمد أطفالنا حتى ولكن ابن ساعة مش ابن يوم الطفل اللي نحس فيه في خطر الموت جاري على ابونا ييجي يعمده في المستشفى في الحضام إذا فق وعاش خلاص نشكر الله إذا توفى يبقى إحنا متطميني إن إحنا عمدنا طيب ما حصلش وما الحقناش ربنا هيعمل إيه ما نعرفش لكن مش هيظلم حد وما قلناش ليه علشان ما نقصرش فيه واجبنا نحية الطفل إن إحنا نعمده ولكن ما نعودش نعزب نفسنا لو فعلا فيه طفل توفى وإحنا مش مقصرين يعني لسه ما كملش 40 يوم أو هو فعلا بسرعة ضهورت حالته وتوفى من غير ما نلحقه ما نعودش نعزب نفسنا لكن هيعمل ربنا ما نعرفش سؤال إيه دور الكنيسة أمام مقيل هذه الأيام بخصوص موقف المؤمن من مشاعره إنه خاطئ وبرغم الكتاب بيقول إن فعلتم كل البر قولوا إن أنا عبيد بطلي بصوا إحنا دايما نقف أمام الله في حالة الاحتياج يقول لك المية ما تطلعش في العالي طول ما إحنا وقفين وقدم ربنا نبقى في حالة احتياج إحنا لما بنبتدي صالة أبونا بيفتح ستر الهيكل وهو بيقول ارحمنا يا الله القابضة بتقول أيها السلوس القدوس الرحمنا وبعدين نطلب من ربنا أما أنا فبكسرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد دم هيكالك المقدس بمخافتك فإحنا باستمرار نقف أمام الله في حالة احتياج والسيدة المسيح علمنا أن الفريسي لما وقف في حالة إحساس بالزهو وإن أنا كويس ما أخدش حاجة العشار لما وقف وهو لا يشاء أن يرفع عنا حيث السماء بيكرع صدره يرى لهم ارحمنا يا الخاطئ نزل إلى بيتهم مبررا عندنا ذاك السؤال بقى العشار اللي هو أخد التبرير لأنه اعترف بخطيته أمام الله ده مفهوظ هيجي تاني يوم يصلي ولا خلاص اكتفى أكيد هيجي يصلي طب تفتكر لما يجي تاني يوم يصلي هيوقف زي الفريسي اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس لأنك انت بررتني واللي هيقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ فنحن مهما غفر لنا الله نقف أمامه دايما في حالة احتياج طبعا ممكن حد يقول نطلب الرحمة لكن ما قلش أنا خاطئ طب أطلب الرحمة من إيه يعني هقوله أنا كويس بس أرحمني طب إحنا في أبانا الذي في اسمات بنول واغفر لنا الزنوبانا بس أنا مش خاطئ طب إحنا لما نيجي مثلا في بعض الألحان ونقول أخطأتوا أخطأتوا يا ربي يا سوى أغفر ليس عابدي بالخطية ولا سيد بالغفران أقوله معادة أنا بس أنا بالخطية لما في بعض الألحان نقول ارحمني لأني خاطئ يعني حتى ترن في ودان الشباب اللي حافظين الألحان لما يقول جيه أنا خاطئ أنا خاطئ مش بنقولها بعدها أقوله لا أنا مش خاطئ هو أنا يعني محتاج أن إحنا لما نصلي قدسنا وأرحمنا نبقاش فرحانين باللحن بس لكن نبقى فهمين بينه ليه لأنه ممكن واحد مع جمال اللحن والمزيكة بتاعته والاستقام الجيد يقول لحن وهو فرحان أنه يقول لحن بس مش ركز بيقوله ايه التعبير اللي أنا بقوله عشان كده يجب أن نركز فيه صلواتنا ونبقى قصدين اللي بنقوله سؤال ليه عدد أولاد أيوب اللي كانوا قبل التجربة هما نفس العدد بعد التجربة السؤال طبعا مالوش معنى ربنا اداله نفس اللي فقد وردهوله يعني إذا كان ربنا اداله أوليل أو كتير شكراً لرب أن انت عوضته لكن جايز ربنا كان قصد يدي له نفس العدد عشان له انت مخسرتش حال سؤال هل الشيطان بيسمع صوت الإنسان الداخلي مع نفسه وبعدين بيقول لو ده حقيقي ليه بصلي وليه بطلب أنا بطلب من أجل ولادي وجوزي كتير مش بحس ان ربنا اسمعني هما بعيد الحياة واخداهم خايفوا على بديتهم نفس ربنا يفتقدهم هو طبعاً الشيطان لا يعلم الغيب الشيطان محدود ومخلوق وحقير هو بس فارد عضلاته علينا عشان احنا مسلمين له لكن هو مالوش سلطان لكن ذاكي ان خبرته في محاربة البشر بيعرف الإنسان من نابرة صوته بيعرف الإنسان من طريقة سرحانه فيفهم انت بفكر فيه لكن لا يعلم الغيب وإلا كان هيبقى فعلاً الواحد هو قاعد يفكر الشيطان كشف أفكار الله واحد هو كشف الأفكار وبعدين ما تخافوش من الشيطان لأن الواحد لو قال طب انا لو انا ساكت هو ما يعرفش لو اتكلمت هيعرف فبالتالي هصلي في سري مش هصلي بصوت عالي لا حسن الشيطان يعرف انا بصلي عن ايه تعملين له حساب ليه الشيطان ده يعني محتقر لأنه مهزوم والمسيح هذا مع الصليم احنا اللي بندله قيمة يقول لك يا فرعون من فرعانك احنا بندله قيمة لما بنسمع كلامه وبننصع ليه ونجري وراه ونلتمس منه الخيرات وهو كاره للخير حكاية ان احنا بنصلي وحاسين لسه ما فيش استجابة مش معناها ربنا مش واخد باله وما يسمعش معناها ربنا عايزنا نواصل صلواتنا والأخت اللي بتصلي من أجل جزها وولادها افتكري قصة مونيكا أم أغسطينوس قدي إيه سبرت سنين طويلة لغاية في الآخر لما فرحت بثمرت تعبها وجهدها من أجل ابنها أغسطينوس سؤال كنت ندرت أصوم صوم العذرة بالمية والملح بس ما قدرتش أعمل إيه أصوم السنة الجاية ولا أنا كده أخطأت الكتاب مقدس يقولينا خيره لك أن لا تنظر من أن تنظر ولا تفي خلينا في المعقول الناس بتصوم أكل نباتي فيه زيت خلاص نصوم أكل نباتي فيه زيت فيه السيام فيه سمك نأكل السمك وما نزودش على الحد اللي هو الكنيسة كلها ماشية بيه لكن الواحد لما يزودها يكون على قد أنه هيزود لكن صحتك مش نفعة أو أي ظروف مالوش لازمة نندر وبعدين أنت السنة دي ندرت وما وفتيش دي خطيه تروح تعترفي يا ابونا أنا ندرت وما وفتش ما تندريش من دلوقتي للسنة الجاية عشان ما نعرفش ظروفك هتكون إيه ربنا يديك الصحة والعمر لكن بلاش نندر من بدر كده ما ندمانش وقتنا سؤال في سفر المزامير بيقول من في السماء يعادل الرب من يشبه الرب بين أبناء الله إله مهوب جدا في مؤامرة القدسين ومخوف عند جميع الذين حولها السؤال إيه معنى النص ده ببساطة يعني فيه الحد زي ربنا من يعادل الرب مفيش الإجابة مفيش من يشبه الله بين أبناء الله أبناء الله لهم الملائكة والقدسين حدش إيه صفاته إله مهوب كلمة في مؤامرة القدسين يقصد فيها مشورة القدسين يعني في المجمع بتاع الكدسين سؤال واحدة بتقول أنا عندي محبة إضافة الغرباء لكن بتجيني واحدة تعود عندي فترات طويلة وهي من الصعيد مش عايش ترجع بلدها وأنا ظروف المادية صعبة جدا مع المعاش وهي عجبها الإقامة هنا يعمل إيه طبعا مفروض إن نحن نشفك على بعد يعني واحدة ستة على المعاش معاشة الوحديها وظروفها المادية صعبة ليه انتقل عليها الأخت اللي جاية تقعد عندها هدية ليه ما تجيبش معاها يعني هدية ولا أكل ولا أي مصرفات وتشارك ولين تقل علي الناس يا بخت منظر وخفف أرجو ما حدش فينا يبقى عالي على آخرين ولا يتقل علي الناس وإنت الله يعينك ويساعدك طبعا ما ترفضهاش سكي إن ربنا هيبعات لك برقات كثيرة سؤال غريب بيقول ليه كمية النجاسة اللي تكون فيها المرأة الطامس مش دي حاجة فيسيولوجية مخلوقة بيها هل الله يخلق شيء نجس طبعا حاشة ما عندناش في المسيحية اطلاقا فكرة النجاس النجاس هي الخطيئة لكن حاجة بيولوجية فيسيولوجية فاش أي عيال بالعكس دي الفترة دي فترة صحيح مؤلمة للمرأة لكن بتعبر عن حيوية الجسم ليه إيه اللي بيحصل إن ربنا بيعد الرحم لاستقبال جنين فبيشيل العزال القديم كله ويتعمل العزال جديد وبعدين لو ما جاش الجنين ما حصلش أي التزاوج يعني فيتشال العزال ويترمي عشان نعمل غيره كل شهر مستنيين جنين فيتشال كل العزال كل الأغشية وكل الأوعية الموجودة في التجويف بتاع الرحم من جوه لأن الجنين مش بيبقى جوه قوضة ده بيتزرع جوه الغشاء ده يبتدي يتغزى منه فلو كان قديم الجنين مش هياخد غزة كويس فطبيعة الجسم كده ربنا عاملها إن الرحم ينقبض ويطلع كل الأغشية ده يرميه ويبتدي يكون جديدة في الشهر الجديد فدي حاجة في السيولوجية رائعة جدا وتخلي المرأة برغم من ألمها الشهرية لكن تبقى فخورة إن جسمها حي ويعنده إمكانية إنتاج أطفال لما ربنا يسمح لها بالزواج السؤال إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا إنه سمح بكوارث كبيرة زي حرق الكنيس وغيرها طبعا شيء مؤسف ومؤلم وإحنا نصلي من أجل نياح نفوس الذين انتقلوا ومن أجل عزاء قريبهم ومن أجل شفاء المصابين ونصلي إن ربنا يحوش عن بلدنا كل هذه الكوارث عن العالم كله ونبقى دائما مستعدين لأن ربنا يحميكم يعني مش بس حرائق ده في حوادث وحاجات غريبة فإحنا دائما نبقى مستعدين للانتقال للأبدية السعيدة مهما كان السبب ربنا يحمي الجميع في نفس الوقت نتعلم بقى شوية النظام والالتزام والصيانة وناخد بالنا من أجهزة بتاعتنا في بيوتنا مش بس في الكنيس لإنه ممكن نشتري أجهزة وتقعد سنين من غير أي نعمة الصيانة والكهرباء تبقى أقوى من الكبلات والأسلاك فتعمل مشاكل اللي بيسوق في الشارع ياخد باله في السواق وياخد باله من الحوالي ويراعي النظام ويراعي السرعات لأن الكوارس مش بس حرايق في حاجات كتير نتيجة العنصر البشري والإهمال فالرسالة أنهنا نتعلم ناخد بالنا سؤال أنا أؤمن أن إمام بدون أعمال ميت ما نقدرش ندخل السم لكن مش خلاص المسيح وفدائه يكفينا طبعا خلاص المسيح وفدائه يكفينا بس يكفينا دول مين هيكفيني أنا بس ولا كل البشرية العمر المسيح يقضي مين مليون عشرة مليون مليار خمستاشر مليار لا العمر المسيح ده يكفي كل البشر من أدم لآخر الظهور طيب هل كل البشر يدخل السماء تقولي لا بالرغم المسيح عمل حاجة تكفي الكل لكن مش كل هيدخله ليه لأنه عمل عليه وإحنا علينا إيمان وأعمال اخدين بالكم يعني إذا كان المسيح عمل حاجة تكفي الكل حاجة من اتنين إما الكل يدخل السماء أو اللي عمل المسيح مش كافي تقولي لا مش معقول العمل المسيح مش كافي بس كمان الكل مش يدخله السماء طيب ليه مش يدخله السماء لأن فيه أشرار وفيه خطاء وفيه عدم غير مؤمنين وفيه ناس إيمان هم ميت طيب إذا الرك علينا احنا بقى المسيح عمل اللي عليه وإحنا اللي علينا اللي علينا هو الإيمان والمعمودية والإفخار يستر اتحاد بالمسيح لعمل الصالحة واحدة بتقول محتاجة مشورتك سمعت كلام مش كويس عن شخص هو مثلي الأعلى مش قادر أبلغه والكلام أثر فيي ماذا أفعل أولا مش كل كلام بنسمعه بيكون صحيح نمر الثانية ممكن الكلام يكون فيه حتة مصصحة بس فيه مبلغة نمر الثلاثة مثلي الأعلى ده مهما كان مثل أعلى هو إنسان وله ضعفاته وبالتالي مش مفوضة توقع إنه هو ملاك ما بيغلطش نمر اربعة إذا كان عندي شجاعة إنه أقول على فكرة سمعت كذا وأنا مش مصدق وأرجو تاخد بالك لأن في حد قال كده بس ما قلش مين قال عشان ما أعجب من الناس هتبقى رسالة حلوة للشخص المثل الأعلى ده إنه هو لو غلطاني لم الدنيا لو ما عنديش الشجاعة دي أقولها يبقى أنا كإني ما سمعتش عشان ما عدش متشكك وتعبان في شخص قد يكون هو مظلوم قد يكون إن الموضوع فيه تضخين ربنا يبارك حياتكم إلى اللقاء في حلقة جديدة نكلينا عمري سبوع الجاي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمان اشتركوا في القناة